. . . . . . . . الخبز البيض يمكننا الاستخدام الخبز البيض لتجمعه لدينا الحمصة لدينا الخبز البيض نشمخه بالحليب حتى ينضمه نشمخه حتى نحصل على عجلة متماسكة لا يتفتش نضيف ملعقة و الأزويس على المظهر لأنه يتمدلنا دوء بنين نشمخه على الجانب هذا الخبز الذي كنا نشمخه بالحليب و المزهر رفعه على الجانب و نحكمه لحمة فرم سفريات الذين ضفنا لها لحمة فرم من الداخل وجلنا دائما؟ لقد لدينا حبيب بصل بنا نطيب بصني واللحمة ولنضيف الضيف ثم نضيفها هذا الخبز الذي جميناه في الخليب والمعزار ثم نضيفه لها كميهات من المبشور كميهات على الاليفير الاليفير هي تنفخنا ويأتي للداخل لنجمع الحبات على السفيريات لا نجمعه لداخل نضيفه لها كميهة على القرفة هنا كنا نضيفه لها ملحف الكحل في الحن نعرفه بسبب السفيريات حبل القرفة نرشه على قرفة ثم نضيفه لها حبات على البيض نبدأ للمو نعرفه لها خليطة على البيض نضيفه لها خليطة على البيض لنحتاجه لها حبات لازم نضيفه لها أجينة متماسكة نضيفه لها لاشاطلير لاشاطلير هي التي تقدر تحكمنا في هذه البيض ولي بانتواني ويجي تقرمش علىها لاشاطلير هي تنبذيك القرمى نضيفه لهم داخل لاصاص ديالنا ونضيفه لهم بيانسور هنا المعادة نوس كيلي حبي دير كيلي حشي دير اخذ سفيريا من ديش فيها المعادة صح صح وكاين سفيريا كل واحد كيف يشي دي الاشكال تها كيلي ديرها بولا كيلي ديرها أكثر اه لا لا سفيريا المدالة